النهاردة الداخلية في تصريحات صحفية كان في كلام على أنه في حالات اختفاء قصر في مصر فردت الداخلية على الكلام ده ونفت وجود أي حالات لاختفاء قصري لأي شخص وطلبت من اللي بيروج هذه الادعاءات بإثبات صحتها وتقديم الدليل على ما يروجون له وأن تنظيم الإخوان بيشن حملة دعائية ضخمة بتمويل من التنظيم الدولي لاستغلال عدد من منظمات المجتمع الدولي مدني سواء الدولية أو المحلية والترويج بوجود حالات اختفاء قصري في مصر من أجل تشكيل ضغط على الحكومة المصرية وإحباط مخاططات التنظيم الإرهابي من جانب وملاحقة عناصره المتورطة في الأعمال الإرهابية من جانب آخر عشان الحكومة متدرش أنها تتعمل مع الإرهاب وتبقى مجغولة في أنها تنفي موضوع الاختفاء القصري وكل هذه الأشياء نفهم برضو الموضوع بالتفصيل من سيادة اللواء أبو بكر عبد الكريم المتحدث باسم وزارة الداخلية مساء الخير يا سيادة اللواء برحب بحضرتك سيادة اللواء إزاي ترده بشكل قاطع على هذه الإدعاءات يعني هو تواطر خلال الفترات الماضية عن وجود حالات اختفاء قصري وبعض الكهات يعني ذكرت أرقام يعني وآخر حاجة كانوا بتكلموا عليها مواطن اسمه مصطفى المصول الوزارة برضك علشان يعني توضح الحقائق طلعت بيان رسمي عن موضوع مصطفى المصول وأكدت أنه لم يتم القاء القبض عليه وغير محتجز في أي مكان من التماكن التي تدع وزارة الداخلية وأن الوزارة في إطار اختصاصاتها داردك هي بتدور عليه وبتبحث عنه هناك أيضا حالة أخرى كان قيل أنه مختفي قصريا شخص يعني دون ذكر الأسماء يعني هو حروف يعني اسمه قلب وشين ده صورتنا أبلغت عن اختفاء وبالفحص تباين أنه متهم في أحد القضايا اللي هي خاصة باقتحام سجن بورج العرب ومحبوسة على زمتها ونتم الأبضى عليه داخل منزوله وكانت حضور أهليته وكذلك أيضا في حالات كثيرة بتتم بهذا الشكل وإحنا بالفحص يتبين أن بعضها محكم عليه وبعضها مسجون وهناك حالات أخرى لناس بتسافر لبعض الدول فيها زي ما احنا عارفين حروب فيها توطرات وبينضموا إلى ال بس بتحققوا في البلاغات دي يا فند بنحقق فيها يا فند وأي واحد يعني يتقدم يعني عنده حالة ذوي مش موجود أو يستشعر اختفاء ويتقدم ببلاغ وبيتم الفحص بيه وبيتم البحث وبيتم تحقيقه بمعرفة النية بالعمل تمام أخيرا يا سيد اللواء الانتخابات والاستعداد للتأمين إن شاء الله والله إن شاء الله بإذن الله يعني المدرات الأمنة كلها أنهت استعداداتها الأمنية وإجراءاتها اللازمة والتأمين هيبقى شامل تأمين المقرات واللجان الانتخابية بقوات كافية التأمين الطرق المؤدية لللجان والمناطق المحيطة بيها تأمين المواطنين أثناء أدلقهم بأصواتهم التأمين هيبقى خارج اللجان ولم يسمح لأحد من رجال الشرطة بالتواجد في الداخل إلا بنام عاستدعاء من السعيد عضو رهي القضائية ورئيس اللجنة هيبقى فيه مساعدة لكبار السن وزول احتياجات الخاصة وبرضو هيبقى فيه حرم آمن قدام اللجان يا فندم هيبقى فيه حرم وهيبقى فيه تأمين في نحية اللجان أيضا هيبقى فيه قوات احتياطية موجودة من الأمن المركزي وعناصر البحث الجنائي هيبقى هناك تصدي في إطار القانون بكل حازم الآن مزعى من مظاهر الشغب أو تعكير صبت العملية الانتخابية هيبقى فيه غرف عمليات غرفة مركزية وغرفة طرعية هيبقى في قطاع حقوق الإنسان غرفة عمليات هتنشأ للتنصيق مع منظمات المجتمع المجن المصرح لها بمتابعة العملية الانتخابية على الأموم الداخلية الحمد لله نجحت في كل اختبار في كل استحقات في التأمين وما بيقاش فيه مشاكل فنتمنى بإذن الله التوفيق وأكيد هنرجع نتابع مع حداك مرة تانية سيدة اللواء أبو بكر عبد الكريم المتحدث باسم وزارة الداخلية شكرا جزيلا